كما احنا كنا قمنا في فيديو سابق قبل كده احنا بنحاول نكون حرصين ان احنا نطلعك ناجح في كل حاجة مش بنكلم في اكاديميا بس الحياة مش كلها اكاديميا الحياة فيه علاقات شخصية فيه علاقات انسانية وفيه مهارات وفيه فنون مختلفة فنون تعامل فيه معارف مختلفة فهتلاقوا ان احنا فيه الكلية بنحاول نساعدك ان احنا نوفرلك البيئة اللي ممكن تكون مساعدة بتعمل حاجة زي كده طبعا زي ما احنا كنا قلنا قبل كده ده فيه عندنا ادفايزين مهم جدا جدا هنبدأ نأكد كتير على موضوع الادفايزين والارشاب دايما نخلي فيه تواصل بينك وبين اكاديميا بتاعك من حقك ان انت هتعمل تتواصل مع طلبة من جماعات من من برة فيه التخصص بتاعك او تخصص قريب من التخصص باتاعك واحنا عندنا اكتر من السيدن شابتر السيدن شابتر ده فصل دراسي نقدر نقول نشاط طلابي علمي ايم على علم معين او تخصص معين وده بيتعمل به انشطة، ممكن بعض اصابيعとか تعتبر كتدريب ممكن تتعمل به مشاريع أكاديميه ممكن يتعمل في تبدل طلاب يعني فيه الستودن شابترز وحنا عندنا آآ حوالي ستة ستودن شابترز ويه ممكن حضراتكم مع مع آآ زمايلكم سواء آآ بره الكلية او من جوه الكلية ان انتو كمان تزودوا العائلة بتاعت السودن شابترز اللي عندنا وعندنا في آآ جايدلاين كامل ازاي تعمل سودن شابتر ويه الاجراءات بتاعتم ممكن تكون عاملة ايه ويه عندنا كمان اللي ستودن تقول بينج احنا حرصين على ان انت تبقى مبسوط جوه الكلية مبسوط تاني مبسوط مش معنا كده ان احنا بنتعامل بعدم اهتمام في فرق كبير احنا مبسوطين لكن مسئولين احنا مسئولين اللي احنا بنعمله طبعا ممكن يحصل لنا اي ظرف من الظروف ممكن يكون فيه تكيف مش سهل علي التكيف ممكن يكون حصل للظرف وعاوز مساعدة المساعدة مش معناها اه مش بنكلم مساعدة اه اه يعني مساعدة في الدرجات قد ما محتاجين ان احنا يكون في سابورت فحنلاقي عندنا الكلام ده اه فيه الناتور فور سينت ويل بينج او الاولوشن اه وبرضا هتلاقلها هتلاقلها جايدلاينز اه مناسبة اه تعرفوا عنها اكتر اه دي عشان في الاخر احنا عاوزين يكون كلنا حاسين بالسعادة واحنا جوه الكلية وبعد كده بعد ما اتخرجوا ان شاء الله هترجعوا اه تفتكروا الايام دي اه بكل خير ان شاء الله